موسيقى مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة في الاقتصاد مصلحة العمل كلمة فضفاضة يستخدمها مدراء الإدارات لموظفينهم دون مراعاة إلى ظروفهم وحينا آخر يستخدمون تحديد ساعات العمل كعقوبة لتطفيش منسوبيهم وزارة العمل قامت بخطوة للحد من هذا التلاعب حيث أقرت الوزارة تنظيم العمل الليلي وإلزام صاحب العمل بتوفير كامل الخدمات للعامل جاء قرار منح ترخيص للمحال التجارية والخدمية داخل المملكة بالعمل طوال 24 ساعة لتحفيز البيئة الاستثمارية وليكون بذلك اليوم كله مسموح بفتح تلك المحال وبين خالد أب الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل أن القرار اجتمل على ذكر عدد من الحالات التي يجب على المنشأة تجني بها من فترات العمل الليلي وهم من يقدم شهادة طبية تبين أنه بحاجة لتجنب فترات العمل الليلي حفاظا على صحته والحامل لفترة 24 أسبوع كحد أدنى كما يتم التعويض عن رسوم النقل فضلا عن مزايا بدل النقل الأساسية بالإضافة إلى بدل مناسب لطبيعة العمل الليلي أو تقليل ساعات العمل الفعلية للعمل الليلي مع المحافظة على نفس الوزن المحتسب لساعات العمل الفعلية المعتادة والإعانات والمزايا المحصلة العمل الليلي هو كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة الحادية عشر مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا أما ساعات العمل المعتادة فهي تشمل كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الحادية عشر مساءا وتعد هذه الفترة هي الأصل في ساعات العمل وعلى صاحب العمل أن يلتزم تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمه ماجد القعيط عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض ضيفي للحديث أكثر حول هذا القانون الهام والذي يأتي بالتزامن مع إقرار العمل أو السماح بالعمل للمحال التجارية بـ 24 ساعة أستاذ ماجد أهلا بك على شاشة الخبرية الله أحييك أخي محمد أحييك أحيي مشاهدي أحييك الله أستاذ ماجد يعني وزارة العمل قاعدة تطلع قرارات بشكل مستمر لتحسين يعني خصوصا بعض القرارات يعني اللي قاعدة تطلع قرارات كثيرة جدا ومنها السماح للمحل بيعني العمل 24 ساعة اليوم هذا القانون يختص بنظام العمل الليلي في البداية أطلعنا عن هذا أهمية هذا القانون أو هذا التنظيم وأيضا أبرز بنودي طبعا الجميل في الموضوع أنه هذا القانون يأتي يعني خلنا نقول متواكبا مع التغييرات اللي قاعدين نمر فيها نحن اليوم شفنا المدن السعودية قاعدة تصير فيها مواسم المواسم هذه أغلبها فيها جزئيات مهمة جدا في المساء زي مثلا مؤخرا أو اللي نحن لازم نعيشها هو موسم الرياض فأنت يكون عندك أنشطة كثيرة تتم في العمل الليلي وعندك أعمال كثيرة سواء كانت أعمال جديدة أو أعمال قاعدة تحاول أنها تتواكب مع الموسم وتستثمر بأفضل طريقة ممكنة عساس ينجح الموسم وعساس أصحاب العمل يطلعون من أفضل استفادة ممكنة من هذا الجانب أنت الآن عندك حاجة اسمها ترخيص من وزارة التجارة للعمل 24 ساعة ومن وزارة العمل هنا قاعدة تتواكب مع هذا الترخيص وقاعدة تنظم بطريقة أو بأخرى العمل الليلي اللي هو من الساعة 11 مساء إلى الساعة 6 الصباح هذه الفترة سابقا كانت فترات خلنا نقول أغلب تغييرات اللي نحن قاعدين نشوفها في العمل الليلي هو هذه الفترة من 11 مساء إلى 6 الصباح كانت ممنوعة على النساء بشكل عام اليوم صارت مسموحة ولكن صار في تنظيم دقيق من الفترة كم لك؟ من 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا هذه الفترة تصنف عمل ليلي وكانت غير مسموحة للنساء الآن صارت نوعا ما مسموحة أكثر خصوصا أنها أنك أنت تحتاج إلى إشراك المرأة في منظومتك الاقتصادية مجتمعيا صار وجودها أفضل بدل المجتمع يستوعب وجودها في سوق العمل بشكل أكبر وبالتالي فصار التنظيم هذا يساعد أكثر في وجودها وضمان أنها سواء المرأة أو غيرها أنها تضمن الساعات العمل الليلي أثناء الساعات هذه تأخذ حقوقها يعني على سبيل المثال الموظف أثناء الساعات الليلية صار تنظيم يحميه ما تجي أنت كصاحب عمل تلزمني أني أشتغل ليليا طول الأيام السنة لازم كحد أقصى ثلاثة شهور أنا أعمل ليليا بعدين لمدة شهر على الأقل يكون في تغيير لي أنا أعمل صباحا وزملاء يعملون مساءا إلا إذا أنا كعامل في الفترة الليلية أنا أفضل عمل الليلي مثلا لسبب ولو آخر عندي مثلا أعمال أخرى الصباح عندي دراسة أو شيء هذا تعتبر استثناء طبعا لكن العامل له الحق الآن كحد أقصى ثلاثة أشهر ثم لازم فترة لا تقل عن شهر يعمل في الفترة الصباحية هذه بعض التنظيمات تنظيمات أخرى مثلا أنه لازم يمكن من أنه يكون عنده فترة أو يعني مكان وزمان يستطيع أنه يأكل فيه الطعام يعني يعدل نفسه مثلا استراحة الشاي يكون عنده فترة لأنه عادة الفترة الليلية ليست مثل الفترة الصباحية صحيح مش دائما كل خلنا نقول مثلا وش الريت عالي كأقبال ليس لا أتكلم عن الإقبال لكن أتكلم عن الخدمات ليس جمع الخدمات متوفرة خدمات الغذاء بنفس الشكل الصباحي في بعض المحلات تتقفل ليس عندها ترخيص فأنا كعامل ليلي أبغى تشريع يضمن لي أنه أستطيع أني أتناول الطعام أستطيع أن تناول الشاي أثناء فترات العمل ليلية فهذه فائدة العمل ليلي أنه ينظم بعض الجزئيات البسيطة طبعا الوزارة العمل صعب أنها تدخل في تفاصيل تنظيم بين العامل وصاحب العمل لكن أحيانا أنه الظروف تضطرها أنها تدخل في مثل هذه التفاصيل الذي يكون جزء منها تنظيمي وجزء منها توعوي لصاحب العمل ممتاز جدا طيب خلينا نأخذها نقطة نقطة أستاذ ماجد يعني العمل الليلي عرفوا النظام هو كل عمل يؤدى من الساعة 11 وحتى الساعة السادسة صباحا استثناء منه بعض الاستثناءات منها من يقدم شهادة طبية يثبت أنه لا ينفع للعمل الليلي أو في خطر على صحته وأيضا الحامل لمدة 24 ساعة يعني فيه استثناءات طبية في التنظيم صحيح احنا قلنا الاستثناء الأول اللي هو العامل اللي هو يعني سواء رجل أو امرأة اللي يثبت أنه لا يستطيع أن يعمل ليلة صحية يعني كسبب صحي جاب ما يثبت ذلك وهذه أتوقع حالات نادرة صحي ولكنها ممكن تكون موجودة والحاجة الثانية الحامل لمدة 20 أسبوع 24 أسبوع 20 أسبوع و24 هي في الرنج هذا اتوقع أنها 20 أسبوع الفترة هذه هي فترة العشرة أسابيع حق الوضع وما بعدها من فترة الرضاع وغيره يمكن تصل في مجموحة إلى 200 يوم أتوقع ممتاز فهذه الفترة هي الفترة اللي الحامل ما نقدر نجبرها على العمل اليومي فيه طبعا لها استثناءات لو الحامل على سبيل المنشأة ما فيها عمل صباحي لنفرض المنشأة ليلية كلها ليلية نريد أن نقل الحامل مثلا لفترة الصباحية ما نستطيع ففي لها استثناء أنها تستمر ليلا ولكن يقصر ساعات عملها ولا ينقص من راتبها ممتاز فتكون هذه الجزئية من الاستثناءات الموجودة يعني هذه حماية تعتقد أن هذا التنظيم حماية للعامل أكثر؟ أكيد التنظيم هذا بشكل 100% حماية للعامل يعني لو لاحظة مهمة أبدا ما يتكلم عن حماية صاحب العمل لأنه صاحب العمل عادة اللي مقبل على العمل الليلي هو مستفيد بشكل كامل لا يحتاج الحماية صحيح فإذن إحنا نحتاج أن نحمي العمال منه بالعكس أصحاب العمل قبل فترة سووا دراسات وقدموها الوزارة العمل أنه إحنا طبعا أصحاب العمل يمكن استراتيجية الدولة ما هو ما عارف معهم يعني متكلم عنه 18-19 ما كانوا عارفين عن شيء اسمه مواسم السعودية موسم الرياض صحيح الساعة 9 المساء بالنسبة لأنها تعتبر كافية كأصحاب عمل عموما يعني أغلبهم يقولوا الساعة 9 المساء ما نحتاج أن نعمل بعد ذلك غالبا لكن بحكم أن وزارة العمل قريبة أكثر من صانع القرار عارفة وش التغييرات المقبلة الموجودة واللي بفضل من هذا توقع أنها في صالح الجميع صحيح فنظمت هذا التنظيم واستغربوا أصحاب العمل نحن نقول لكم خلاص يكفي للساعة 9 وانتو تضعون تنظيم أكثر في صالحنا كأصحاب عمل إذن المواسم وإزدهار السوق هو في صالح الجميع صحيح لكن أكثر من فرح فيهم أصحاب العمل لأنه بالنسبة لهم يعتبر فرص تجارية كبيرة صحيح من أجل ذلك وزارة العمل وضعت هذا التنظيم لحماية العمل عساس أنه صاحب العمل مستفيد من هذه التغيرات الإيجابية اللي في السوق فيجي دورها في حماية العمل ممتاز نحن نروح عن الأثر للعمل الليلي ولكن خلينا نخلص من النظام بشكل كامل مثل توفير التعويضات والمزايا توفير بدل نقل مناسب خاص بالعمل الليلي هذا واحدة من المزايا بالإضافة إلى بدل مناسب للعمل الليلي أيضا مقابل مالي أو تقليل ساعات العمل الفعلية وأيضا فترة الراحة تكون 12 ساعة ولا تزيد عن يوم كامل يعني أيضا هذه المزايا توضح للعامل ما له وما عليه صحيح يمكن في الآن بالنسبة للعمل النهاري لا تكون موجودة بهذه الوضوح المزايا لأنه الأصل أنك تشتغل في النهاري صحيح لا يجب لصاحب العمل أنه يعطي بدل نقل إلا في الأعمال البعيدة عن العمران فقط لكنه لا يشترك بدل نقل ويقول تخضع للطرفين لكن في العمل الليلي هو يفترض أنه تكلفة النقل ستختلف في العمل الليلي سيارات الأجرى أقل الانتقال سيكون أصعب سواء للرجال أو النساء وبالتالي هو يفرض على صاحب العمل أنه يعطي بدل نقل بشكل أكبر أيضا النقطة الثانية التي تفضلت فيها اللي هي الراحة 12 ساعة جزئية الراحة أنه لازم يكون في 12 ساعة عمل النهاري أيضا بالضبط من العمل الليلي إلى العمل الليلي فيه فترة راحة مشترضة 12 ساعة العمل النهاري بالعكس يقول ما يجوز يجلس أكثر من 12 ساعة في مقر العمل باستثناء الشفتات طبعا لكن العمل الليلي يقول لا لازم فترة الراحة لا تقل عن 12 شهر فهو يراعي يعني وعلى فكرة يمكن تففقنا الرئيس أستاذ ماجد حلو أن النظام يكون واضح للعامل يعني اليوم العامل البسيط أو حتى اللي ما يفهم النظام واضح أو اللي يعني عنده مشكلة في اللغة مثلا أنه ما يفهم اللغة العربية أو اللغة ممكن أنه يوصله بطريقة سهلة أنه لك 1 2 3 وعليك 1 2 3 يقول تأكيد احنا قاعدين نشوف مع الازدهار راح نقاعدين نتعايش فيه موجود في جميع المدن السعودية بفضل الله ثم فضل الرؤية متاز أيضا الأنظمة قاعدة تتطور نظام العمل سابقا كان عام جدا قاعدين لاحظوا نحن فيه قرارات جديدة قاعدة تطلع النظام قاعد يتعدل بما يستوعب هذه التغييرات لا واضحة ما هي معقدة بناء على المادة رقم 46 وص وما تقتضي يعني واضح النظام حتى بسيط في ورقة واحدة وممكن أنه يتم تداوله حتى بالواتساب ويصل لكل العاملين اللي ضروري يعرفون حقوقه طيب عند مخالفة هذا النظام ماذا يجب على العامل يعني في حال أنه ما وفر له البديل في حال أنه ما وفر له الراحة ما وفر له المقابل المالي حق التنقل وغيره من اللي نص عليها هذا النظام يعني ما هو الواجب على العامل طبعا هو دائما سواء مخالفة هذا النظام أو النظام آخر أي مخالف يواجهه العامل أو أي تحدي يواجهه مع صاحب العمل من أبسط حقوقه وهو أثناء على رأس العمل يستطيع أن يقدم بلاغ على رقم مزارة العمل اللي هو 1-9-9-1-1 وبسرية؟ يقدر بسرية ويقدر طبعا أحيانا هو يختارنا ما يكون بسرية يعني بالعامية يخاف أنه لما يروح يبلغ يقول ما أخذت بدل نقل في الليل مثلا أو ما عندي راحة يعني بالعامية يستقعد له صاحب العمل هو الواقع أنه نظام العمل يحميه قانونا يعني ما يجوز لك أنت كصاحب عمل لأنه عندك عمل قدم عليك شكوى تروح الضايقة حتى لو كنت على الأصل عمل حتى لو أنا عارف أنه فلان قدم عندي شكوى عمالية ما يجوزني حتى أغير ظروفه الوظيفية النظام يحميه في هذا الجانب يعني يقول أنت مثلا أحطه في مدينة الرياض في فرع معين يعني فترة صباحية والله عشان أراح أشتكى عليك رحت نقلت فترة مسائية أو مدينة أخرى أو غير طبيع النظام يحميه من تغيير ظروف العمل قبل الشكوى جميل يعني ممنوع أنك أنت كصاحب عمل تغير شي بس لأن عند العمل بعد شكوى وبعد تاريخ الشكوى المسجلة لما جاك أنه في فلان مشتكى عليك رح تتغير في ظروفه الوظيفية هذه ممنوعة يعني لوزارة تحميك حتى بعد تنظيم العمل أو النظام يحميك حتى بعد تقديمك للبلاغ يحميك يعني أنه ما يتغير شفتك ما يتغير مميزاتك ظروفك الوظيفية بشكل عام ممنوع تتغير يعني حتى لو كنت على رأس العمل بعض الناس يخاف يقول أنا ما أخاف أشتكى على الشركة ونازلت عندهم على رأس العمل أخاف يضروني أو يمشوني أو بعض يعني اللي دائما يصير الصعوبة اللي واجهها العامل أنه فيه ترتيب معين وتساهل معين من قبل صاحب العمل نفرض أنه بدل البريك ما يعطيني ساعة يعطيني ساعتين طيب هو ما يعطيني ساعتين أكثر من النظام أخاف أشتكي وبعد أن يضيق عليه في فترة البريك هذه لا يجوز لصاحب العمل أنه يغير في الظروف الوظيفية بسبب وجود شكوى خصوصا إذا تقيدت رسميا هذه أنا أشوف أنها فليكسبول يعني أشوف أنها مرينة لسبب بسيط لا يمكن أن نضمن أنه صاحب العمل إذا يعني بالعامية استقعد للعامل ممكن بعد ثلاث أربع خمس ست شهور سبع شهور ما يرقي حتى أو ممكن أنه يتحاير عليه إذا كان مديره أجنبي أو غيرها ولكن أنا أفضل البلاغ السري وإن شاء الله الوزارة تسمعنا اليوم هو طبعا في حالات كثيرة إذا كانت موجودة السرية تتقبل طبعا وزارة تتقبل السرية بشكل كبير أنه أنا مثلا أبي أقدم على صاحب العمل ولو سمحتم ما يوصل للموضوع بالضبط يعني لو عندك مشكلة صاحب العمل مثلا ما قاعد يراعي تنظيم العمل الليلي ما قاعد اللي يعملون مساء مثلا أو ليلا ما قاعد يعطيهم بدل إضافي عن عملهم الليلي أو ينقص صاعاتهم الليلية بما يتوازن مع الساعات الطبيعية فلو العامل قدم شكوى اليوم على هذا الشي وقال لهم أنا أفضل الشكوى تكون سرية ما رح يبلغون لما يزور مفتش العمل يزور صاحب العمل ما رح يبلغه ما رح يقول له والله أنت جايتك شكهم من فلان لا رح يقول له تعال أنت عندك فعليا مسير الرواتب ما ندفع للناس البدل الليلي مثلا ممتاز فيكون فيه موجود الشكوى هذه وتحميه الوزارة في هذا الجانب هذه نقطة هامة جدا يعني إن شاء الله تختفي بعض اللي قاعدين نشوفه يعني مثل أنه بعد ما يقدم البلاغ العامل يعني المنشأة تعاقبه لأنه لجأ لوزارة العمل طيب خلينا نأخذ الأثر بشكل عام هذا التنظيم ينظم عمل 24 ساعة والقرار اللي صدر فيما يتعلق بهذا يعني القرار اللي يسمح بال24 ساعة والعمل الليلي أيضا تأثير هذا النظام بشكل عام على المنشآت التجارية على القطاع التجاري بشكل عام الحركة التجارية أيضا طبعا التأثير فيه تأثير يعني فيه تأثير مباشر المواد المذكورة يجب أن يطبقها صاحب العمل البدل الليلي احترام الساعات احترام الأوقات وهذا شيء إيجابي وممتاز ومفهم ظهر صحية بالضبط لأنها يعني مناسب لمرحلة إحنا فيها ومحتاجين مثل هذا التنظيم وفيه أثر برضو غير مباشر أنه النظام بدأ يدخل فيه تفاصيل أكثر الآن مزايا أكثر للعاملين مع أصحاب العمل صار فيه تنظيم أكثر سابقا صعب يعني احنا ما كنا متصورين أن وزارة العمل تستطيع أنها تضع مثل هذا التنظيم لأنه الوزارة يجب أن تكون عامة مع أصحاب العمل لكن اليوم لا تقدر تدخل فيه بعض التفاصيل تضع بعض الخطوط العريضة وتصيغها بأسلوب مقبول قانونا بحيث أني أنا كصاحب عمل أنا أتقبل ذلك لما يجي صاحب في تنظيم العمل الليلي مثلا مطلوب من صاحب العمل أنه لازم يضع بدل بطريقة أو بأخرى للعمل الليلي ممتاز ما تحدد الرقم هل هو ريال هل هو واحد بالمئة ما تحدد شي يجب أن تضع بدل طيب هذا تدخل يعني أنت تعتقد أن وزارة العمل يجب أن تذكر نصا إيش هو البدل أنا سعيد أنها لم أدخلت نصا في الموضوع ليش لأن صاحب العمل الليلي أنا أخذ هذه التنظيم هذا بدل ما أخذه كنظام مفروض أخذه كتوعية لي لازم أعطي زي ما الجميع يعطي بس عشان أكون منافس لازم أعطي مبلغ مقبول أسوي معايرة مع السوق كامل بنشمارك والله 25% للساعة أو 200% للساعة فأعطي عن كل ساعة عمل الليلي مثلا بدل ما أدفع لساعة أدفع لساعة ونص عن العمل الليلي فأنا أقيسها بالسوق أقيسها حسب احتياجي لكن لو تدخل أنا خاف أن يقيسها حسب ظروفها المادية أنه يعني يكون في ضد العام بالضبط لا هو لما يقيسها ظروفها المادية هو أصلا حيراعي أكثر من جانب صح هل أشتغل ليلا 24 ساعة هل في عائدة أو لا بالضبط أنا أصلا ما دخلت أعمل ليلا إلا أنا أخذ ترخيص وعندي إيمان كامل إنها مفيدة لي ماديا صح فليس من العدل لما أشوف أنا مفيدة لي ماديا وأفضل من أن الوزارة تقول عطوه 1% أو 2% يمكن تكون بعد ظالمة في بعض القطاعات بالضبط بالضبط أتفق معك طيب الحركة التجارية المردودة الاقتصادي بشكل عام على البلد من العمل الليلي هذا طبعا أنت اليوم عندك بكل يعني وضوح عندك شيء على سبيل المثال اسمه موسم الرياض طالما أنه عندك حاجة اسمها موسم الرياض إذن أنت محتاج إلى خدمات متكاملة أنا أتكلم على مستوى مدينة وحدة فما بالك بالمدن الأخرى طبعا أنا عندي هذا التغيير قاعد يصير عندي هذا خلنا نقول التوجه العام في الاقتصاد في البلد فمثل هذا التنظيم يخدم هذا الاقتصاد إذا التنظيم ما يخدم الاقتصاد إذا ما يلزمني فعشان كذا شيء إيجابي جدا من الوزارة أنها وضعت مثل هذا التنظيم عشان يسهل على الناس أعمالهم الليلية سواء في أي مدينة أتكلم عن مدينة الرياض مدينة جدة مدينة الطايف أي مدينة عندها موسم إذن يخدمها مثل هذه التنظيمات أتكلم عن العمل الليلي أو ما بعد إن شاء الله من التنظيمات التي جاية بإذن الله من الوزارة ممتاز جدا طيب هل تتوقع أن هناك زخم للمنشات التي تريد الحصول على رخصة على مدار العمل يعني اليوم لما نشوف المردود الذي أنت تتكلم عنه في بعض القطاعات فيه مردود لا شك وفي بعض القطاعات قد يكون هناك مردود إذا فتح في الفترة المسائية تتوقع أنه بشكل عام يكون فيه إقبال على العمل الليلي من قبل المنشآت؟ بدون شك إحنا اليوم قبل ما يبدأ يعني تبدأ موسم السعودية قبل ما يبدأ موسم الرياض إحنا ما تكلم عن مستوى فقط أصحاب العمل أو عن مستوى المجتمع ما إحنا متصورين إيش حجم التغير اللي راح يصير بس الآن بعد ما شفناه في 2019 وبعد ما شفنا الإمكانية نجاحة وإمكانية الضخ اللي فيه أنت تشوفه الضخ الاقتصادي الضخ الاجتماعي اللي فيه إذن أنا أتوقع ما بعد الموسم إيش ممكن يصير صار سهل عليني أتوقع كصاحب عمل يعني شفت السلوك المجتمعي كيف صار السلوك الاقتصادي كيف صار السلوك الصحي للناس كيف صار أبني عليه توقعتك كصاحب عمل سواء في 2019 أو في الموسم الجاي 2020 فصير استعدادي بشكل أكبر صار عندي تنظيمي يخدمني بشكل أكبر وصار عندي توقع الحجم السوق اللي حيصير وصار عندي قنوات واضحة أكثر في أعمالي فإذن هو حيكون مفيد جدا ومتلاءم مع المرحلة إن شاء الله ممتزة جدا وبالفعل يعني فيه أشياء قاعدة تطلع لنا جديدة الآن مواسم السعودية مثل موسم الرياض وفيه يعني تنظيمات كثيرة قاعدة تسير في المملكة العمل الليلي التأشير السياحية غيرها من الأمور التي تطلب أن نكون إحنا مثلنا مثل بقية البلدان يعني لأنه قفال المنشآت في وقت مبكر من الليل يعني حتى البلد تجاريه بشكل عام يكون فيه يفقد فرصة كبيرة بالضبط إذن الأستاذ ماجد القاعد العضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد